يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل أسبوع في نفس المعادة نتقابل دايماً مع كاتب كتير دايماً بنكون بنختار موضوع ثقافي نعرف عنه أكتر دايماً بنكون حريصين إن خلال حلقتنا إن نكون متجددين ومتنوعين مع حضراتكم ونلبي كل أنواع وأزواء القراء اللي بيتفرجوا علينا ولي دايماً بيستنونا علشان يعرفوا إيه الجديد اللي عندنا النهاردة الحقيقة هنقدم نوع من الأدب الشيقيداً والممتع جداً كتب كده وإحنا بنقراها بنسافر بلاد بعيدة عننا نعرف أكتر عنها نعرف أكتر عن شعوبها نعرف أكتر عن عددها كتب الحقيقة دايماً بتاخدنا كده من الشرق للغرب نلف معاها العالم كله وإحنا قاعدين في مكان النهاردة هنتكلم عن أدب الرحلات وكتبه اللي بتجمع بين متعة السفر ومغامراته وحكايات الناس وثقافاتهم المختلفة أعتقد كمان إن النوع ده من الكتب بيهم الناس كتير خاصة إننا في فصل السيف يعني الأجازات يعني السفر يعني البحر وناس كتير بتكون محتاجة إنها تغير جو وفي منهم اللي بيكونوا عايزين كمان يكتشفوا أماكن جديدة ومناطق جديدة وبلاد جديدة ما شفوهاش قبل كده